ديجيتال ما نجم ونقول عليهم كان افكاس بخاتيك وميتودولوجي فيهم ياسر طيار حاجة مهمة اللي انتي ماكش بيش تنفستي كان الوقت بخاطر لي فورمسيون هذوما بليش فلوس وكل ما تكمل اكزاما اه وكل ما تكمل تقرأ فورمسيون بيش تعدي اكزاما كسيم فيه ستين سؤال وكي تنجح بيش تاخوه سيرتيفيكاسيون من عند هاب سبوت اكاديمي اللي هي واحدة من اقوى لسيرين ماركيتينج اللي موجودين في العالم اه اليوم وما تخافوش كيديو بيش تعديو الاكزاما راو حتى كان ما جبتوش السكور اللي لازم تنجم طبقة تعاود فيه الاكزاما حتياش لينتاخذ سيرتيفيكا امتاعك بيه خلينا بديو بيش جنيرال ومبعد ندخلو في اللي دتاي اول فورمسيون عنا هي ديجيتال ماركتينج سيرتيفيكيش وهيذي بيش تكون اول خطوة بيش تولي ديجيتال ماركتينج بروفشن ولي بيش بيش خليك تفهم ان جنيرال الموندو هذي بيش تتعلم فيها الاوبتيميزازيون تحسي تويب متاعك كيفيش تعمل ستخاتيجي كيفيش تبني كونتنت كريشن فريمورك وبرشة حاجات اخرين الفورمسيون هذي بيش تلقاو فيها نف موديول فيما يعادل خمسة سوايع وخمسة وعشرين دقيقة متاع دي فيديو من عندي زكسبير من هابسبوت الفورمسيون اللي بعدها ولي هي تمثل حاجة مهمة لكنتي كديجيتال ماركتينج ماركتينج انك تتعلمها وتمتريزيها هي الايميل ماركتينج في الفورمسيون هذي بيش تتعلم كيفيش تكتب ايميل مش ايميل بروفشنيل ما سي ايميل متاع فونت تحضر الكنتنت متاعك كيفيش تعمل الديزاين متاع اليميل هذيه وتحط لكلتو اكشن في بلايس اللي تنجم تجينيري بهم اه فونت وكيفيش تطلع فتو دو كونتشيون موش هذا كهو اما زيدا في مرحلة افنسي فو الفورمسيون هذيه بيش تتعلم لوتوماتيزازيون دي ايميل شمانيها اوتوماتيزازيون دي ايميل كين في قنتو ما دوب ما تعملو انسكريبشن في سيت وايب دي ما يوصلك ايميل يقولك بيان بنو في سيت هذيك 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 سي اكت اوتوماتيك اي عبد يدخل يعمل انسكريبشن يوصلو الميل هذيك مالجري يبدا فيه اسمو خاطر هذوكم سي دي كود يتحطو في وسلي ايميل ياخذ الاسم متاع الميل متاعك وينتيجري وفما بارشة حاجات اخرين مثلا الهني في في الفي مثلا انتي بيش تبيع تبعث كمباني متاع ميل متاعك وتقول في الوتوماتيزازيون كان وصل منزلش على الميل ولا محلش الميل بعد كارون تويتر تعاود تبعث له ميل وهذا الكل ما غير تدخل متاعك انتي الهني نحكيه وعلى الوتوماتيزازيون دي زيميل وبيان سير بارتي اناليتيك الي بشتتعلم تقرن لستاتيستيك وتعمل الاي بي تاستينك بشتكون الايميل متاع بشيكون الايميل متاعك الفورميسيون هذي يزيدها فيها نوف موديول واحدة وثلاثين فيديو ونوف كويز براتيك الي بشتتعلم بيهم في وسط الفورميسيون كيفاش تخدم نتعدي وتاوى للسوشيال ميديا ما نجمنت وما ادراك انا الفورميسيون هذي برسوني المعاودتها تلافة مرات خاطر يسريش بليل انفورميسيون بشتتعلم فيها الكرياسيون دي استخاتيجي سوشيال ميديا بشتتعلم كيفاش تعمل الكونتينت استراتيجي استراتيجي متاع الكونتينيو متاعك في البرتي انباوند كيفاش تعمل على السوشيال ميديا نعيطولو نحنا في تونس سبونسورينك اه بيانسور زيدة مش على الفيسبوك على الفيسبوك انستغرام لينكيدين وحتى في الواتساب اه بزنس الفورميسيون هذي تنجم تزيد معها فرمشيون متاع الانباوند ماركوتينج اللي زادة هي موجودة اللي هي استراتيجي بازي على الكرياسيون دو كنتينيو دو فالخ اجوتة ونكملو باخر فرمشيون اللي هي الاسيو اليوم هابس بطعمل دو فرمشيون للسيو اللي تتعلم فيهم كيفاش تعمل optimisation للسي تويب متاعك تختار ليمو كله اللي بشي خالي والسي تويب متاعك كاسمو البزنس يكون في الريزولتات دو ريشيرش الولانين متاع كوغل ايه وتوماتيكمو بشي يكثر الترافيك عالسيت دي ما نعاود نقولها كل ما يكثر الترافيك كل ما تكثر الفونت كل ما يطلع ايشي فر دافير الانفورمشيون متاع اسيو في هاب سبوت فيهم اكثر من عشرة سوية فيديوهات تتعلم فيهم ليه تكنيك الكل بش ما تخلي حتى شاي يجي بصدفة بالنسبة لي انا كان توصل يولي عندك سكيلز في السوشيال ميديا مناجمنت في الاسيو في اليميل ماركتنج ومعهم معرفة في الكرياشون دي استراتيجي ماركتنج ديجيتال وستراتيجي دو كونتينو وتعرف تخدم بخاتيك بالنسبة لينا واي شركة في تونس والعالم انتي والليت ديجيتال ماركتنج ماركتنج بروفشينال هذي كانت ابطالة ديجيتال ابطالة ديجيتال ابطالة ديجيتال تفضل سيبيا مكر اه